موسيقى صباح الخير مجددا مشاهدينا الكرام دكتور بازي ماذا حصل فجر العاشر من شباط أول شيء صباح النور للمشاهدي الأو تيفي عشر شباط يبدو أنه سيكون يوم يحسب له حساب في معادلات السياسة والاستراتيجية بمنطقة تتسارع فيها الأحداث والوقائع بصخب إلى درجة أن المتابع يعجز عن اللحاق بكل الأحداث وربطها ببعض البعض لكن عشر شباط يوم مفصلي بتاريخ ما سمي بالماضي بالصراع العربي الإسرائيلي تبين أن هذا الصراع العربي الإسرائيلي لم يجري وأدو مع الربيع العربي ورياح التطبيع التي تحملها الولايات المتحدة وبعض حلفاء العرب لنثر على الواقع العربي وأخذوا مجتمعا إلى التسليم بوجود الكيان هذا الصراع العربي الإسرائيلي لأول مرة منذ سقوط طائر ترون أراد فوق لبمان عام 1986 عام 1986 واللي أسر فيها الطيار الإسرائيلي صحيح بصاروخ سام سابع صحيح وجرت عملية تبادل عليه لأول مرة تسقط في عشر شباط 2018 طائرة الـ F-16 المميزة F-16A التي صنعتها المصانع الأمريكية خصيصا لجيش الدفاع الإسرائيلي وللقوات الأمريكية الـ F-16 الإسرائيلي غير الموجودة مع السعودية ومع الإمارات ومع الأردن ومع مصر وتركيا وكل جيوش المنطقة هذه ميزتها إنها اسم السابرة وهي تملك خصوصيات تقنية وتشكل عماد جيش الدفاع من الجيل الرابع من الطائرات لذلك أن تسقط هذه الطائرة بالذات فهذه قصة خاصة ووسيلة الإسقاط أيضا قصة وإرادة الإسقاط قصة وتداعيات ما بعد الإسقاط يعني أنا بالبداية أول شيء مهم جدا أنه نحكي عنه أستاذ جورج أن سوريا بشار الأسد التي عمل على سبع سنوات على شطبها كخيار كإرادة مقاومة كأذرع استراتيجية في إطار الصراع الأكبر بالمنطقة تبين بعد هزيمة داعش وإخراجها من معادلة الصراع ما عدا بعض الحضور الذي تحافظ عليه الولايات المتحدة في شرق دير الزور وبعد بدء القضاء على جبهة النصرة في إدلب والوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري تبين الآن أن سوريا المقاومة التي أريد شطبها فقط سوريا هذه ليس فقط ما زالت موجودة بل أن أذرعها الطويلة لا زالت متوثبة وتستطيع الإنجاز أنا برأي الصواريخ التي أطلقت هي جزء من منظومي كانت تملكها سوريا من أيام الراحل حافظ الأسد ومن أيام أندروبوف لإيجا 11 شهر على حكم الاتحاد السوفيتي وفتح مخازن الاتحاد السوفيتي لسوريا ما بعد معركة 1982 ويومتا أندروبوف أعطى سلاحين كاسرين للتوازن في ذاك الزمن الس 21 أرض أرض والسام خمسي أرض جو أو ما يسمى بالس 200 والذي استخدم بإسقاط الاف 16 الإسرائيلية هذا لا يعني أن لكن الذي أسقط الطائرة الإسرائيلية هو صاروخ اس 200 الذي يسمى سام خمسي والذي أطلقت منه أكثر من رشتين المنصة طيعته عليها ست صواريخ أكثر من رشتين لأنه كان فيه إرادة تصميمية على النيل من الطيران الإسرائيلي طائرة أسقطت وطائرة أصيبت لكن استطاعت الوصول إلى قاعدة مجدو في منطقة الجليل هذا بالدلالات أيضا منظومة الدفاع الجوي السوري جرى تطويرها في السنوات التي تلت الرئيس الأسد اشترع بمطلع 2011 منظومة البانتسير للارتفاعات القصيرة والمتوسطة هي نوع من وسيلة دفاع مدفع سريع الطلقات أكثر ما هي وسيلة صاروخية لكن الأهم من كل ذلك أن سوريا حاضرة سوريا كسرت ضرة سلاح الجو الإسرائيلي جعلت صولة الردع الإسرائيلي تصاب بتهتك أو بتصدع السؤال الأساسي في سياق النتائج كيف ستتصرف إسرائيل بين الحدين التي وضعت نفسها بينهما الحد الأول إلى الذهاب إلى حرب كبرى يبدو أنها لا تريد ولا تريد الذهاب إليها وغير جاهزة للذهاب إليها والحد الثاني هو الحفاظ على الردع الذي كان قبل إسقاط هذه الطائرة ويبدو أن هذا الأمر أصبح صعبا وعصيا بظل صاروخ الإرادة الذي أسقط الطائرة وقرار حلف المقاومة بإدخال الصراع إلى قواعد اشتباك جديد كثير مني ما معنى أن تسقط الطائرة أو الصاروخ يلحق إلى داخل الأجواء الإسرائيلية وليس فوق الأجواء السورية هو إذا بدك مبارح صواريخ السام السورية كانت تسرح لك الصورة شو معبرة دكتور بارك طبعا وهذا بالرمزية أنت هون هذه نحن أمام الصورة الصورة تنتج ليس فقط مشهد تنتج وعي تنتج معنويات تنتج مس بالمعنويات لدى جماهير العدو الصهيوني تنتج إصابة بمنظومة الأمان بالشعور بالإطمئنان لدى هذا الشعب وتضرب بالصميم كل معادلات الطمأن والتهويل التي اعتمدتها إسرائيل في خطاب الموجه إلى أعداء في الخارج وإلى شعبها في الداخل أما ليش الصواريخ السورية كانت تسرح وتمرح في سماء إسرائيل والمنطقة نحن عندنا بلبنان أكتر من أربع أو خمس رؤوس صواريخ سقطت ما بين البقاع والجنوب بعلي النهري بكوكبة بمنطقة الوزاني بالجليل الأوسط بالجليل الغربي بالإضافة إلى منطقة داخل الأردن على الحدود السورية الأردنية هذا دليل أن إرادة النيل من الطائرات ليست محصورة باختراق الأجواء السورية لأن كلنا نعرف أن إسرائيل طورت وسائل الإغارة بعد قدوم الروس وأصبحت تقصف من الداخل من الأجواء اللبنانية أو من عمق الكيان المحتل لذلك الصواريخ السورية أسقطت الطائرة الـ F-16 في أجواء فلسطين المحتلة وليس في الأجواء السورية وهذه حالة توثب وذراع طويل للسوريين وحلف المقاومة تكرس وقائع جديدة لا يمكن تجاوزها بأي اشتباك جديد سنشهده في المرحلة القادمة دكتور بازي فينا نقول أنه هذا صاروخ روسي أطلق بأداة سورية بإرادة إيرانية أنا بركز بقراءتي لما جرى على البصم السورية في هذا الأمر ليش البصم السورية سهل أنه نقول أنه لو لا وجود تنسيق بين سوريا وحلفائها وبين من يؤمن مظلة الأمان لكل هذا الحلف وهي روسيا عندنا حلف في إيران وسوريا وحزب الله والعراقيين ومظلة أمان روسية تظلل هذا الحلف لا يمكن لحدث بهذا الحجم ردا على سؤالك أن يحدث دون تنسيق مباشر بين هذه القوى وأنا أكد أنه قرار الإطلاق هو قرار سوري ظابط الإطلاق هو ظابط سوري السلاح هو سلاح سوري منذ زمن طويل وإلا كان ممكن نشوف وسائل الروس المستخدمة على الأرض السورية S300 أو S400 لكن الأكيد أن الروسي بعد إسقاط الطائرة أكثر راحة في خطابه مع الإسرائيلي ما قبل إسقاط الطائرة لذلك نتنياهو الهلع الذي بادر إلى إمساك سماعة الهاتف والاتصال بالرئيس بوتين والذي زار موسكو في العامين الأخيرين أكثر من ثماني مرات الآن تخلى عن غطرسته وعن جهيته والأسلوب المنفوخ في الدعاء فائض القوة وتباية أنه يريد سريعا أن يرسل رسائل وإشارات أن التصعيد وصل إلى الحد الأقصى وأنه يريد التهديئة فارح وسائل أعلام إسرائيلية بتقول طالما حزب الله مش هو اللي أطلق الصاروخ يعني ما في نية للحرب وما في خوف منه شو بحرب إسرائيلية عقولوا هاي شو هذا الدلال؟ صاروا بيعتبروا قرار الحرب والسلم بياد حزب الله مش بأيدهم هني دلالاته هيدا الكلام الإسرائيلي حجم الوزن والثقل الذي يمثله حزب الله في معركة كي الوعي على الإسرائيليين مقدار القوة الحقيقي الذي تملكه هذه اليد اللبنانية وثقله الكبير على طاولة معادلات الصراع وأن لبنان بأمان وأن كل الخطاب الإسرائيلي التهديدي للبنان يرتكز على صخب إعلامي وصوت عالي أكتر مما يرتكز على وقائح حاكمي يمكنها أن تقلب معادلات الصراع طيب الاتصال الفوري من نتانياهو ببوتين مش دليل على أنه الأرار بالنهاية بيئيد روسية طي يطلب مننا لروسية أنه هد الوضع وما بدنا مشاكل وحكي معه لأنه صاروخ روسي ما بيهم هلأ مثل ما قلت حضرتك بس أنا الدليل السياسي والقراء السياسي باتصال نتانياهو ببوتين هذا لا يعني أنه القرار روسي وردا على الغارة الأمريكية على دير الزور ما بدنا ننسيها وأتراح أكتر من 150 قبل بيومين وإسقاط السخوي يعني كمان هلأ حرب غير مباشرة بين روسية وأمريكا وحرب مباشرة بين إيران وإسرائيل فينا نقول هيك فضر أكيد سيد جورج خلينا نذكر أنه منذ القدوم الروسي إلى سوريا بأذار 2015 أقيمت منظومة تنصيق رسمية على مستوى نائبي رئيس الأركان الروسي والإسرائيلي وأن نتنياهو سعى طويلا على مدى ثلاث سنوات لمحاولة تكريس وقائع اشتباك تخدم منظومة مصالح الأمني الاستراتيجي إزاء ما يجري في سوريا والمنطقة لكن اتفاق خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية والذي نتج عن الأستنى لم يوفر لنتنياهو البضاعة المطلوبة وهو جهد في رفض هذا الاتفاق ومحاولات تعديله عبر غارات عديدة شن على الداخل السوري محاولا إحراج الروس ومحرضا على فتح الكتاب وإعادة طرح ما جرى في الجبهة الجنوبية والمطالبة بعمق أكثر من 40 كيلومتر لابتعاد حزب الله والإيرانيين عن خط الجبهة لكن استعادة الجيش السوري في الأشهر الماضية لبيت جن ومغر المير ووصوله من جديد إلى السفح الشرقي لجبل الشيخ استعادة سوريا لأراضي واسعة بعد هزيمة داعش في الشرق السوري استعادة الشعور بفائض القوة لدى الدولة السورية والرئيس الأسد مع حلفائه إيران وحزب الله والعراقيين كل هذا جعل نتنياهو يهرول للاتصال ببوتين طالبا التوسط وأنا أريد أن أذكر أنه بحرب تموز 2006 بعد هدنة 31 تموز واحد آب 2006 ودخول الكورنت في الهدن إلى ميدان الصراع ونيلو من الميركافة الإسرائيلية قام أولمرت بعد الحرب بأول زيارة إلى موسكو حينها واستحب معه قبضة كورنت اغتنمها الجيش الإسرائيلي من ميس الجبل أو من عيث الشعب كما أذكر وقال للروس ها هو سلاحكم النوعي ضد الدروع هو الذي استخدم في النيل من الجيل الرابع من دبابة الميركافة لذلك وجع إسرائيل من السلاح الروسي إذا سلاح النوعي وجع موروث ومتراكم وبرأيي أنا هذا يسعد الروس ويقويهن ويرفع من شأن التجاري والاقتصادي والاستراتيجي ويؤكد أن أهمية السلاح دائما في القبضة التي تمسك في هذا السلاح وفي الإرادة التي تتعاطى مع هذا السلاح أنت بتوافع على اللي بقوله صديقنا وحبيبنا المستشار عماد جودية واللي بنوجه له تحية حبيب قلبنا سوريا تقلت من دولة ممانعة إلى دولة مواجهة وإسرائيل بدأت عدل المليون قبل أي عدوان على غزة حتى جوا وأنه ترامب بده أرار إسرائيل أرار بنقل عاصمة نقل السفارة إلى الإدس وقف وأنه ما حصل سبت استراتيجية ردع حزب الله مع إسرائيل وتوازن الردع والرعب بين حزب إسرائيل وأنه بشار الأسد أكد زعامته بش بس لسوريا زعامي جديد للمحيط العربي كله أنا مش بس بوافق عليه وبأكد عليه أصلا سوريا هي دولة مواجهة بالأساس قد يكون وصف الممينة على زمها في ذروة الهجوم عليها والتآمر من الداخل وهي كانت تقول دائما أنها تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين اليوم اكتشفنا إسرائيل جورج واكتشف كل من كان يشكك بإرادة الرد السوري أنه هذا الزمان والمكان المناسبين لهما موعد والموعد جرى تنفيذه والحاصل كبير جدا سنبقى طويلا نقرأ في نتائجه وتداعيته أمر تاني من اللي قالوا الإستزعيمات بالأهمية أن الرئيس بشار الأسد لكان كل ما جرى على سوريا يستهدفه بالذات كرمزية للمعامرة العالمية الكبرى التي شنت عليه ها هو الآن يصدر القرار ينفذ الأمر يهين رمز وغطرست وجبروت أمريكا وإسرائيل وهي الـ F-16 الإسرائيلية ويقول أن سوريا الدور وسوريا الخيار خرجت من تحت الرماد قطائر الفنيق وأعيدوا حساباتكم من جديد بناء على ما حدث وما هو قادم أحد الزرافاء على الفيسبوك يقول أنه إسرائيل صارت هلأ عم بتقول سنرد نحتفظ لنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين صارت هي عم بتقول بدنا لأنه هاي كانت مقولة قابلت نقال دائما بسوريا أنه نحن من رد بالوقت المناسب هلأ صارت إسرائيل عم بتقول خلص نحن من رد بالوقت المناسب هذه لك شو أهميتها أهميتها أنه نحن الآن عم نخوض حروب مع الكاميرا والصورة التي حكيت عنها عم نخوض حروب مع وسائل التواصل والتقنيات الحديثة وزمن الديجيتال التليتي اعتقد كثيرون أن زمن الإحساس بالكرامة لدى المواطن العربي قد ولأ إلى غير رجعة وجاري تعبيد الطريق أمام العدو لكي يصبح عضوا طبيعيا وليس عضوا مسخا أو هجينا في منظومة العروب والوطن العربي أهمية إسقاط الطائرة اليوم أنه يعيد موضعة الأمور بعد كل العبث الذي جرى في سياقها الصحيح شو هو السياق الصحيح؟ أن هذه الدولة دولة عدوة يمكن النيل منها ومن أكثر رمزيات القوة لديها إسرائيل بنت كل جبروتة كل معركة تكيل وعي تاعتها على سلاح الجو دغري أنت الشرط الأعلى لذلك الآن أنت تضرب المشروع في صلب مفهوم القوة تاعه والسؤال الكبير إسراء جورج كيف بدوا ينعكس هذا على المواجهة القادمة؟ هل هناك فعلا حرب كبرى؟ ما هو دور سلاح الجو الإسرائيلي؟ إذا مواجهة موضعية صغيرة أنتجت كل هذا الصخب وهذا الوجع بعدين شوف أنت الشعب العربي من جديد بعد التكفير والإرهاب والذبح والإساءة للإسلام وضرب الكرآن الرسالي المحمدي واستخدام كلمة الله أكبر في قطع الرؤوس بعد كل هذا العبث القطير عدنا الآن لنقول أن القضية الأم لم تمت وأن أصحاب الإرادة الحقيقية استطاعوا ويدهم على الزناد أن يعيدوا بوصلة الأمر ووضعه في نطاقه الصحيح أستاذ دكتور بزي وسائل العلم الإسرائيلية أنا اليوم نتابع بهذا الموضوع أكيد إسرائيل ليست في مأمن بعد اليوم بعد أسقاط الأفساز وقد أثبت الطيران الإسرائيلي ضعفه في مواجهة منظومة الصواريخ الروسية هذه وسائل الإعلام الإسرائيلية مش نحن عم نقول يعني بلشوا شككوا بحالهم جماعة هو شو أهمية الإعلام الإسرائيلي دائما سمحت السيد حسن نصر الله بيقول يجب أن نعترف لعدونا بما يملكه من ميزات حتى نكون قادرين على هزيمته إعلام حر بيحكي الحقائق إذا لم تمنعوا الرقابة العسكرية وحتى مجتمع ومنظومة تظهير للوقائع بالداخل بتحكي أحيانا الحقائق كما هي هذا اللي عم تتفضل فيه بيقول أنه هذا التهتك والتصدع اللي حصل لترجع أنت تشعر المواطن الإسرائيلي عم نحكي كعدو بمنظومة الأمام بدك تقدم له شي جديد كيف ستتعامل إسرائيل مع التداعيات النفسية والمعنوية والإعلامية والإستراتيجية والعسكرية لهذا الحدث القطير وغير المسبوء في الصراع الحديث مع العدو دكتور بازي أين يقف حزب الله معلكت حضرتك عم بتقول أنه هيدا الطيارة ونحن هون لا سمح الله ألف مرة نحن اتنيناتنا على ذات الموج لكن كل اللي عملوا حزب الله على مدى عشرين سنة أزل إسرائيل وعفر جبينا بالتراب وشحطة من لبنان وكان الانتصار الأول والوحيد اللي تحقق على إسرائيل بالفعل مش بالكلام اللي عملوا حزب الله والشباب المقاومين وخاضوا المعركة استكمالا ضد التكفير يعني شو بقولوا الإرهاب بشقاه الإسرائيلي والتكفيري طيب هلأ العرب والمسلمين والمسيحيين ناطرين إسقاط طيارة واحدة لا يعيدوا الكرامة واستعادة الكرامة كل اللي عملوا حزب الله من عشرين سنة إلى هلأ بس بنا ننطر هيدا الطيارة لا هيدا اللي عملوا من عشرين سنة إلى هلأ أوصل لهيد الطيارة أحسنت هيدا هو الجواب بالزبط يعني كل اللي جرى منذ تحرير الأرض اللبنانية بالقوة لأول مرة في تاريخ الصراع عام 2000 وصولا إلى أكبر هزيمة مدوية للجيش الإسرائيلي عبر إفشال الأهداف بتموز 2006 والأمريكية أيضا استكمالا أحسنت كنت لسا شكيت عام الشرق الأوسط الآن يولد الشرق الأوسط الجديد من رحم الثلاثة وثلاثين يوم ووصولا إلى التصدي للإرهاب وهزيمته هيدا توج الآن برأس جبل القوة الجديد كما قال النائب علي فياز بتصريح لإله على الحدود بالنسبة للقدرات الجوية ومضادات الطائرات لذلك نعم هذا المشهد ليس مشهد إسقاط طائرة حتى نحن ما نكون عاطفيين وعم نبالغ بتفخيم المشهد وتضخيمه مفروض علميا أن نناقش التداعي اللي عم يخلي الإعلام الإسرائيلي يقول مثل ما أنت عم تتفضل لأنه هني إسا جورج كمواطن قابض على السلاح هني تخلوا عن إيمانهم الحقيقي بالقتال هني أصبحوا شعب مرفع يبحث عن التطور الاقتصادي علما أنهم هني دولة وجدت بخدمة جيش وليس العكس يعني ما بني في الكيام بالأساس هو الجيش ووضعت الدولة بخدمته تحت نظرية ما سمي بالقلعة والآن بناء الجدار مع لبنان هو تأكيد لنظرية القلعة التي تريد أن تعزل نفسها عن محيطها أهم حزب الله الآن بفائذ القوة الذي يملكه هذه للأسف حقيقة لن ندركها إلا إذا اندلعت الحرب لا سمع الله هو يشعر أنه قادر ويؤمن أنه قادر إذا وقعت المواجهة المقبلة أنه يستطيع أن يضح حد نهائي للعربة الإسرائيلية في تاريخ هذه المنطقة هل ستقدم إسرائيل؟ خلينا نقول إذا صارت غارة جديدة نحن نتوقع هكذا هكذا دائما هذي نيات إسرائيل دائمة أكيد هل سيكون هناك رد في ذات المستوى؟ يعني رح نرجع نشوف إسقاط طائرة ولا هذين عملية؟ شو بقولوا؟ فشة خلق عم نستعمل التعبير للبنان نيح هكذا خلاص يلا نزلنا طيارة ومن هلأ قريح بيرجعوا بيرجعوا لأنه مبارح معلي مبارح حتى من بعض إسقاط الطائرة عملوا عدة غارات الإسرائيلية على أهداف بسورية على أهداف إيرانية وسورية كما ادعى الإسرائيل مثل ما قال كما زعمة أفغاية أدرعي وإيران تهمت إسرائيل بالكذب طلعت بيان أنه إسرائيل كذب قالت أنه ما هذا كذب كل الكلام اللي عم بتقوله إذا رجعت ضربة إسرائيل واعتدت رح نرجع نشوف زيت الرد خلينا هيا بفسرها بطريقة حلوة لأنه هي جوهرية جدا لأخذ الأرار بالرد وكان مدرك أن القدرة لديه فعليا على تحصيل حاصل وإجا الحاصل لهو الـ F-16 اللي سقطت كان عارف أن احتمال اللي أنت عم تتفضل فيه هو احتمال قائم وبالتالي التداعيات الناتجة عن هذا الإسقاط مشمولة بالأرار الذي اتخذ واضح تماما أن الرئيس الأسد حينما اتخذ القرار هو وجيشه وسلاحه بالتنسيق الدقيق مع حلفائه كان مجهز لرد إسرائيلي إضافي أصلا وضع المعركة أمام مستوى من الإنتاجية يجب أن تحافظ عليه وبالتالي الطائرة التي سقطت المرة هذه يفترض بأي غارة قادمة أنه الإسرائيلي بده يبلش يحسب حساب أنه طيرانه بده ينطال وين؟ فأل لبنان وأنا برأيي البعد اللبناني لما جرى ليس فقط ربطا بحزب الله وتأثيره المهم لعبر عنه طلب الإسرائيليين من الروس أن لا يدخل الحزب بل ربطا بالصراع على ملف النفط والغاز ربطا بالجدار الذي يبنى والذي يطال مناطق التحفظ اللبنانية ربطا باستمرار الطيران الإسرائيلي بخرق الأجواء اللبنانية واستخدامها للإغارة على سوريا وهون خلينا نشيد بأرار الوزير باسيل بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن ربطا بما جرى لذلك البعد اللبناني كله بقلب منظومة الصراع سيكون خاضع لإعادة مراجعة وسيجعل موقع لبنان على الطاولة وجاي تيلرسون وهي مقدمتك أنت من ثلاثة أيام بوضوح حكايت باكرا وقبل الاشتباك عن أهمية زيارة تيلرسون وما تحمله ربطا بالزيارة الشهيرة لجون كيري والتي كانت أجندتها مختلفة تماما عن زيارة تيلرسون الآن لذلك المسؤول اللبناني سواء رئيس الجمهورية أو رئيس ميس النواب أو رئيس الحكومي أو وزر الخارجية بالكرسي تقبل تيلرسون بعد إسقاط الطائرة سيكون في موقع مختلف عما كان عليه قبل الواقع الجديد الذي نشأ على ضوء هذه المواجهة فيه شغلي قبل أن أخذ برايك قائد الجيش العمال جوزيف عون كمان لأول هذا ليس أول موقف للجيش ولا أول خليني أقول ممارسي أكيد ممارسي مستمرة لكن بهذا التظهير وبهذه العلنية وبهذا الوضوح قائد الجيش يقول أعطيت الأوامر لقطعات الجيش كلها سوا إذا إسرائيل اعتدت علينا سنرد علي مباشرة على مصدر الاعتداء أين كان وأين يكن ما هيك؟ هذا التطوش ومتفصله على مستوى الجيش اللبنان هذا أهميته أول مرة هيك بنسمع هذا الجيش مشبع بعقيدة معادي لهذا العدو تكرست بدماء شهداء عديدين قبل الطائف وبعد الطائف وهذا أمر نفخر فيه نحن كلبنانيين وموضع اعتزازنا وفخرنا وشهداء الجيش بمواجهات بيت يحون عام 72 والشهيد بنوا بركات اللي ثكنت صور باسمه والشهيد جواد عزار اللي سأط مع هادي حسن نصر الله بالجبل الرفيع بمواجهات ضد العدو الإسرائيلي وصولا إلى حرب تموز 2006 وشهداء منطقة العبدالفياضية بالغارات اللي صارت كل هذا شو بيأكد أنه اللي عم بيقوله قائد الجيش ناتج عن عقيدة وإيمان وممارسة وإرادة حقيقية بضرب هذا العدو لو اعتدى على لبنان وهذا ضمن المشهد العام الذي يعبر عن ثقة وحضور ورغبة حقيقية بالدفاع عن كل المكتسبات اللبنانية بمواجهة هذا العدو ممتاز رح ناخد برايك دكتور بازي ونرجع بعدها ومتابع حوار اليوم أهلا وسهلا فيكم مجددا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من حوار اليوم مع الدكتور وسين بازي الكاتب والباحث أنا بس تس جورج لأجل المصداقية الـ F-16A المصنعة خصيصا لجيش الدفاع اسمه صوفة صوفة وهي تتميز بإمكانات تكنولوجية وتشويشية غير مسبوقة بتاريخ الجيل الرابع من الطائرات وهلأ الإسرائيلية بلشوا يدخلوا أول سرب من جيل خامس لهو الـ F-35 لكن عماد سلاح الجو الإسرائيلي الآن هو الـ F-16 ونحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن يبدأوا بتغيير حقيقي للمرتكز الكبير الذي تمثله هذه الطائرة في سلاح الجو الإسرائيلي ماذا تدعيات على الساحة اللبنانية؟ صار فينا ما بدنا نستبق الأمور لكن صار فينا نقول أنه هالتوازن الرعب أو اللي صار ممكن يؤدي بعدين بعد سنين طويلة للا استخراج النفط لكن فينا نقول أنه إسرائيل هديت شوي وخففت من غلوائها بـ 16 شباط الآدم في إطلالة أساسية لسماحت السيد حسن نصر الله أنا برأيي العبر الحقيقي المستقاط مما جرى ببعد اللبناني وببعد كمحور مقاومة وكبعد استراتيجي سنسمع مليا منها في هذه الإطلالة ربطا بالذي جرى الأمر الثاني سيد جورج أنه الأمركاني بغارة دير الزور اللي أنت حكيت عنها واللي هي كانت غارة غادرة على أرض سورية ضد قوات سورية كانت تسعى وتخطط لاستعادة حقلي العمر والكونيكو للنفط والغاز لضمهم اقتصاديا إلى الثقل الاقتصادي السوري علما أنه قوات كبيرة من قصد صحبت من الشرق السوري باتجاه عفرين الأمريكي بكل صلف وعجرفي واعتداء على السيادي ضرب هذه القوات السورية على أرضها ليس حماية لقصد بل حماية لميليشيا صغيرة اسم مجلس دير الزور العسكري بقيادة أحمد أبو خولة بكل أسف الأمريكان عن بماء الميرسو البلطج الميليشيوية كأنه عصابة وليس كأنه أكبر جيش في هذا العالم بناء على الذي جرى مؤخرا في دير الزور وانتبه ساجوري وزير الداخلية السوري محمد الشعار قبل الغارب يومين كان في بغداد يبحث مع المسؤولين العراقيين التنسيق الأمني والعملياتي لفتح معبراي التنف والبوكمال عفوا مش التنف البوكمال والقائم من الجهة العراقية لبدء الوصل البر الرسمي بين سوريا والعراق وهذا أمر يقلق الأمريكيين لذلك زيارة تيلرسون إلى بيروت يوم الخميس بالعودة إلى البعد اللبناني ومسألة النفط وما سبقها من زيارة لساترفيلد الخبير بالشأن اللبناني والذي اشتغل سفير عندنا لفترة طويلة وتربطه صداقات عميقة بكثير من أباطرة السياسة اللبنانية ساترفيلد إيجا طرح أستاذ جورج بوضوح نوع من المقايضة بين تبريد ملف بناء الجدار وضرب مناطق التحفظ اللبناني وبين مسألة البلوك رقم 9 انت سألتني إذا نحن كنا فعلا سنستخرج نفطنا قريبا أنا برأي احتفال لبيال وحضور الرئيس ميشيل عون لإلو والعودة إلى ما سمي بخطة هوف لترسيم الحدود البحرية بين سوريا ولبنان هي التي ستشكل الأساس العمليات الواقعي الوحيد بظل الحماية التي توفرها المقاومة لمعركة النفط والغاز القادمة خاصة أن إسرائيل تعرف جيدا أن صواريخ أرض بحر مداها 300 كم من طراز يخونت موجودة باليد اللبنانية كما يقول الإعلام الإسرائيلي وبالتالي أذرع المقاومة الاستراتيجية هي جزء أساسي من أوراق التفاوض اللبنانية القادمة بينها وبين العدو عبر الأمريكيين والأمم المتحدة قبل أن أفوض بالوضع اللبناني ككل لفتني بخطاب الشيخ حسن الروحاني الرئيس الإيراني اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في شباط 1979 بطهران في تركيز كثير قوي منه كان على الشق الاقتصادي والحياة والمعيشة والأهم تركيزه بأكتر من عشر مرات صدقا أنا اللي سمعته على كلمة الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي الاكتفاء الذاتي جزء كبير من خطابه كان هل يعني هذا الكلام تحضير إيران لعوضي إلى ما قبل الاكتفاء النووي والتحضر لمرحلة من الحصار والتعامل مع الواقع والتكيف مع الواقع ما بعض شو بتفسر هذا الكلام تفضل ثلاث أسباب السبب الأول أنه الأحداث الأخيرة التي جرت في طهران منذ شهرين جزء أساسي منه كان له أسباب داخلية موضوعية له علاقة بابنوك وبالشركات مالية أفلست بواقع اقتصادي يجب معالجته وأخذه بعين الاعتبار واحترام مطالب الناس بالداخل هي أول سبب السبب الثاني أنه السيد الخامنة إيه مرشد الجمهورية سبأ وطرح نظرية الاقتصاد المقاوم على المسؤولين الإيرانيين ودعاهم إلى تطبيق هذه النظرية على أرض الواقع هذا السبب الثاني السبب الثالث أن الإيراني يتهيب إمكانية أن يعود الأمريكي إلى الالتفاف على ما جرى الاتفاق عليه بموضوع الاتفاق النووي ويحضر نفسه نفسيا وواقعيا وحتى عمليا لكي يكون قادر على إعادة التكيف مع وقائع ضاغطة جديدة على المستوى الاقتصادي علما أن ارتفاع برميل النفط اللي يحصل حاليا بيوفر للإيرانيين مبالغ طائلة يجب أن تستثمر عمليا بتدعيم الداخل لماذا السيد جورج؟ لأنه دائما كان يقال أنه بعد الاتفاق النووي يجب أن تسارع إيران إلى تحصين داخلها لأن أمريكا تريد أن تصلت قواها الناعمة على الواقع الإيراني وهذا ما عملت عليه إدارة أوباما طوال 8 سنوات لمحاولة خلخلة منظومة الأمان الاجتماعية الاقتصادية في داخل إيران بعد أن أدركوا أنهم عاجزين عن ضرب إيران من الخارج وحتى اعتمدوا نفس الأسلوب مع حزب الله بعد فشل حرب تموز وفشل معركة الإرهاب والآن يعتبدون الوسائل النعمة المتعددة الأشكال والألمان لمحاولة النايل من رسوخ الحزب وصموده بمواجهة أعداء الخارجيين عبر الوسائل الداخلية نفوت على الوضع الداخلي مرتاح لما تحقق على المستوى الداخلي خليني أقول الجو الإيجابي جديد اللي رجع بعد التطورات والأحداث السلبية المؤسفة يلي صارت واللي الحمد لله تم تجاوزها كيف تشوف المشهد وكيف تشوفه لبعدين نحن بدنا عمودياً وفقياً يعني أنا لما دعيتني وأنت أخ وصديق عزيز مبسطت أنه دعوتي إيجت بتوقيت أصبح ما جرى وراءنا وحتى أنه أصبح لأنه أنا لأني مؤمن حقيقي بما يمثله الرئيسين عون وبري من خامات وقامات وطنية كبيرة ما عندي شك لحظة بالشعور الوطني والإيمان الوطني لهتين الشخصيتين أنا من المؤمنين أن المشتركات بينهما أكتر كثير من عناصر الاختلاف وأنه يمكن أن نجد قاعدة اختلاف إيجابية تسمح بإدارة الوضع بأقل الأضرار الممكنة وأنا مؤمن أكتر أن التعايش الوطني في لبنان والمسيحيين بالذات هم مصدر غنى مصدر إرث حضاري مصدر تكامل لهذه الخصوصية اللبنانية وكلنا نحن العايشين بهذا البلد نستفيد من الإشعاع والنور المسيحي بإطار تطوير ثقافتنا وحضورنا وأنا 12 سنة على ورقة تفاهم مار مخايل أؤمن أن خطوط التماس قد تحطمت بالوعي والإرادة قبل أن تتحطم بالنفوس وبإرادة التصادم لذلك لم أكن أريد لهذه المشاهد أو لبعض الخطاب الخاطئ الذي سمعناه إلا أن يكون حالة نشاز يجب أن يتم احتواء سريعا وهذا ما جرى وأنا أسعدني سيد جورج بمقدمي لإلك بعد احتفال عيد مار مارون أول مبارح أنك قلت من مار مخايل إلى مار مارون تفهم وتفاهم وهذه هي الروح الحقيقية التي يجب أن نقارب فيها الأمور ما جرى هو الشواذ والحقيقة هي التي كانت قبل والتي عادت الآن والتي ستبقى بعد وإيماني بإرادة تعايش اللبنانيين وموقع المسيحيين في قلبنا ووجديننا وإيماننا كمسلمين إيمان راصخ لا يتزحن مهما أخطأ من أخطأ وتآمر من تآمر في هذا الاتجاه إن شاء الله المشهد كان وطني جامع ومحبب على القلب وناطرينه اللبنانية بس كان ناقص الرئيس الحريري لماذا غير يرأيه؟ صدقى ما لدينا فكرة بس أنه عندك فكرة كان مفاجئة عادة عدمر مارون يعني عيد وطني يجمع الرؤساء الثلاثي ويكون مشهد الجامع للدولة اللبنانية ذات معنى كل سنة في هذه المنطقة شو ما كان تبرير غياب الرئيس الحريري برأيي أنا مش مزبوط إلا إذا كان الرجل في عنده زيارة موعودة للسعودية يقال أن أوانها قد قرب وأنها مرتبطة بالزيارة المشؤومة السابقة ويبدو أنه على الأجندة بالمرحلة المقبلة استحقاق هذه الزيارة ضاغط على الرئيس الحريري المسؤولين السعوديين لم يكونوا سعداء بزيارة الحريري الأخيرة إلى تركيا جدا مستقيم خاصة أن تركيا تقاتل لكي تكون هي الظلع السني على الطاول الكبيرة في المنطقة تأخرت هذه الطاولة أم قربت وتسعى لإزاحة المصر والسعودي المنافسين لها في هذا السياق والحريري يدرق التغير الكبير في حقائق الاستراتيجية الجديدة خاصة في هذا الجزء المشرقي وهو حريص على استمرار علاقته مع الأتراك على الأقل ليبقى بصورة ما يحدث خاصة أن تركيا في هذه المرحلة أقرب على الروسي والإيراني منه على الأمريكي وعلى السعودي وبالتالي أتمنى أن لا نكون أمام أزمة استدعاء جديدة في المرحلة القادمة لكن بكل الحالات السعوديين غير مرتاحين لما جرى بموضوع النأي بالنفس ويعتبروه حبرا على ورق هن بدلوا قرارات المجموعة الدولية اللي التأت بباريس لكي تكون هي الأساس وإذا سلموا بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها يحاولون أن يكون لديهم أجندة انتخابية خاصة لا تلحظ وجود الحريري السياسي في قلب المشهد لدى حلفاء في المرحلة القادمة خطاب طيار المستقبل الانتخابي لانتخابات إذا صارت بيركز دايما أنه لا حلف مع حزب الله لكن بتحس هذا الكلام شكلي ولفظي لكن الخوف الأكبر المضمر والباطني هو مما ستقدم عليه يمكن السعودية تجاه المستقبل تجاه رئيس الحريري هل هذا التحليل في مكانه؟ هذا اللي أنا كنت هلأ عم جرب لك وأنا وياك متفقين بالقراءة منطقي أن يقول المستقبل في خطابه لجمهوره وخطابه الانتخاب العلني أنه بمواجهة حزب الله هذا أمر كتير طبيعي خاصة أنه المستقبل يرى على يمينه أطراف خرجت من رحمه تزايد عليه في هذا الخطاب وترفع صوت المزايد أكتر بكتير وهو بده يضطر يجاري أولاً ثانياً منطقي جداً أن يكون على خصومه انتخابي مع حزب الله لاختلاف بالخطاب وبالرؤية لكن دائماً المستقبل يدرك أن ما أسموه بربط النزاع الإيجابي مع حزب الله هو القاعدة قرار استمرار العلاقة الطيبة مع الرئيس عون هو الأساس الأول والحاكم الحرص على الحفاظ على رئاسة الحكومة بمرحلة بعد الانتخابات برضى صعودي أو بعدم رضى صعودي وبالتالي رئاسة الحكومة وما خلفها من مصالح ومن مغانم بالنسبة للرئيس الحريري هي الأساس الثالث الخريص على الحفاظ عليه في المرحلة المقبلة أما علاقته بالسعودية فهو راغب بتطويره إيجاباً لكن يدرك جيداً بعد الأزمة الأخيرة أن ما قبل هذه الأزمة ليس كما بعد وأن الحريري مع عقيدة الملك سلمان لم يكن ولا يوم جزء من الحسابات الاستراتيجية السعودية لأنه لم يدخل إلى قلب وعقل محمد بن سلمان هل القادرة السعودية على إفشال الرئيس الحريري فعلاً على الأرض اللبنانية بالانتخابات هل عندها القدرة شو بدي بالمصاري الكل معه مصاري إذا بدون نحطه مصاري كل فيه قدرات أنا أقول القدرة الإقناعية المعنوية السياسية وعزراً على التعبير لكننا نكون وقعية ما أحب أن نتخبى وراء أصبعنا هل عندها القدرة على نقل السنة من مكان إلى آخر ضد الرئيس الحريري أو معه كثير مهم هذا السؤال السيد جورج لأنه أساسي بقراءة اللوحة السياسية لمرحلة ما قبل الانتخابات أنا برأيي المدخل لقراءة إيجابي على سؤالك هو من العبر المستقاط مما جرى مع الرئيس الحريري بأزمته الأخيرة السعودية أفرجت عن الحريري مرغمة وكانت تتعاطى معه كمواطن سعودي عليه حقوق كما كل الذين احتجزوا في الريدس كارلتون والمسألة لم يكن لها علاقة برئاسة وزراء لبنان إلا بجزء صغير له علاقة بالتزاماته وبترويجه لانتخاب الرئيس عون سعوديا أما الجزء الأكبر والحقيقي هو ما مثلته الحريري في السعودية كما مثله كبار مثل بن لادن أو مثل الوليد بن طلال وغيره وغيره من محتجزين لكن أطلق الرئيس الحريري بهزيمة معنوية وسياسية للسعودي السعوديين يتعايشون مع هذا الواقع مرغمين ولا يؤمنون حتى هذه اللحظة من جدوى وجود الحريري خدمة لمصالحون بموقعه الحالي وإذا قدروا أنه ينالوا منه ووجدوا من يستطيع أن يقوم بالحمل سيعمدوا إلى الدفع بقوة بهذا الاتجاه لكن فيه ثلاث عوائق أساسية أن الحريري هو حالي شئنا أم أبينا متقدم مع آخرين رغم قوة الرئيس مئاتي الانتخابية بترابلوس ورغم الصوت العالي التحريدي لأشرف ريفي لكن يبقى الحريري خيار الأمر الواقع بالنسبة للسعوديين الثاني التغير بمزاج الجمهور السني تجاه السعودية في لبنان وهذه حقيقة عاش هذا الجمهور بالتجربة الأخيرة وعبر عن رغبته وإرادته بإطلاق الحريري ثلاثة ضعف السعودي الإقليمي وخسارتها لكثير من أوراق القوة التي كانت تسلطها على لبنان وهلأ آخر مصيبة إيجت على السعوديين أنه ترامب وجاريد كوشنر ونتنياهو لهن الآن حلفاء محمد بن سلمان ووراءة الرابحة تلقوا صفعة سقوط الـ F-16 من عكاساته على موازين الكبرى بالمنطقة وعلى حضور حلف المقاوم المؤثر وتظهيره لأوراق القوة بالشكل الذي جرى لذلك الحريري برأيي أنا رح يقدر يأخذ على الأقل بن 15 و 17 نائب من إرث الماضي لكن هؤلاء سيكونوا بكفه ليضمن الحريري عودتوا إلى رئاسة الحكومة بحكومة يفترض أن تكون أكثر وعدا وإنتاجية مع عهد الرئيس ميشيل عون مرة كنا نحكيها أنا وياك ما علي لو نحكيها بإطار التحليل وبإطار المعطيات نشرك المشاهدين إذا تسمح لي دكتور بازي هل صحيح حزب الله بده هو يكون بمعنى أنه هذه رغبة سياسية ويمكن تترجم واقع هذا حقه كل الأطراف يكونوا هاي يكون هو وأمل الكتلة الأكبر مع حلفائهم مع حلفائهم الشيع المستعادين من الحريري وأصدقاء دروز وسنة أصدقاء تاريخيين سنة هل صحيح حزب الله بده يكون هايك يكون عنده أكبر كتلة لا كتلة أكبر من كتلة الشيع أولا ثانيا لا تكون كتلة المستقبل أكبر من كتلة التيار الوطني الحر والعكس صحيح ثالثا لا تكبر أبدا كتلة القوات اللبنانية على كتلة نائب سليمان فرنجي تيار المرد لبل السعي لدعم الوزير سليمان فرنجي بأقصى ما يمكن أو خلينا أقول نوع من أعطاءه مش أعطاءه خلينا أقول أنه دعمه بنواب معينين مما هاي دول ثلاث أهداف صحيحين عم يوظلم فيهم حزب الله أم هني واقع لكن صحيح سيد جورج والأكيد أنه هاي الانتخابات بموعدها هي والانتخابات العراقية بيناتهم ست أيام هني عم يجوا لينقلوا بلدين أساسيين بمشهد المنطقة نقلة يبنى عليها الكثير وتعد بالكثير من الوقائع الجديد لذلك انتخابات لبنان الأدمي هي أول انتخابات بعهد الرئيس ميشيل عون أول انتخابات منذ إقامة لبنان تجري على أساس قانون نسبي تعيد خلط كل الكتل الكبير التي كانت موجودة بالماضي وتحصم منها الكثير نعم أنا بوافق على أمر أكيد أن حزب الله يريد أن يسخر في هذه الانتخابات كل أوراق القوة التي يحملها لكي يحصل أكبر كتل نيابي مع حلفائه وهذا قاله سماحة الشيخ نعيم قاسم بوضوح وعلى الملأ وبالتالي هو لا يخجل في هذا الأمر وهي واحد اثنين هو يدرك أن الكتل الكبير الأخرى خاصة قتلتين المستقبل والطيار الوطني الحر بدون يخسروا جزء من أرقام النيابي وهو أكثر أمر بيراهن عليه وهون الجواب على سؤالك أن الكتلة الأكثر تماسكا بين بقية الكتل باللبان هي كتلته مع حلفائه وبالتالي هذا التماسك بالكتلة بغض النظر عن عددها بيكون تلت أعضاء البرلمان بيردفع إلى الخمسينات وين بيروح وليد جومبلاطو نجيب مئاتي باللحظات الصعبة موقف الطيار الوطني الحر وتموضع نوابه واللي أنا برأيي وبالمعلومات أنه منذ أيام قليلة حدث اللقاء الموعود بين الوزير بيسيل ومسؤولي حزب الله وكانت تفاهم الانتخابي على أقصى درجات الانسجام ويبدو أن الطيار سيكون في موقعه الطبيعي الذي يفرضه تحالف مارمخايل أو تفاهم مارمخايل ويفرضه منطق التاريخ والجغرافيا والموقع الاستراتيجي لرئيس الجمهورية على رأس الدول ممتاز ونقطة الثالثة فرانجية القوات جعجع هلأ ما في شك أنه بقلب هذه الجزئية بالوعي في معركة رئاسة الجمهورية الآدمة ونحن دايما بنقول أنه الحيوية الرئيس عون وحضوره وقال الله يطول بعمره هو سيخذه للجميع في هذا السياق لكن الطبيعة الإنسانية بتفرض أن البعض يريد أن يفتح باكرا معركة الرئاسي لذلك دائرة الأقضية الأربعة بالشمال هي الدائرة التي قد تشهد أم المعارك ربطا بهذا الاعتبار الوزير الفرنجي شئنا أم أبينا هو حليف أساسي ووثيق ولسيق بحزب الله ولم يخرج لحظة من الحسابات الاستراتيجية بالنسبة للحزب لكن الإطار النيابي أهميته أنه يعيد إنتاج الثقة بالموقع الذي يمثل الوزير الفرنجي يمسح آثار المرحلة الماضية وما جرى عندما رشح الرئيس الحريري ويعيد تقديم الأمور بطريقة تضمن للحزب خيارات في المرحلة القادمة ربطا بالاعتبارات المسيحية والوطنية والرئاسية شو النقاط يلي بتخليك تأكد أنه فيه انتخابات والخوف يلي بيجعلك تشك بحصولها آخر سؤال أنا سيد جورج على المستوى الشخصي مني معني معني بصداء تقول أني ظلني أحكي أنا ياك سياسي على الشاشة لكن الانتخابات يبدو أنه الخارج والداخل يمكن كثيرين بالداخل عندهم رغبة بتعطيلها أو بعدم إجراءها لكن هني وقعوا ووافقوا على الآنون وراحوا بدون حدا يضربون عقيد على تكريس وجوده واحد اثنين كل الأسباب الداخلية مهما عظمت لا تستطيع أن تطير الانتخابات لبيطير الانتخابات فقط إرادة خارجية من الكبار والأمريكي دائما بسياسته رغم كل التحريض السعودي يحرص على انضاج التجارب الديمقراطية التي تخدم خطابه ومنطقه والأمريكي رغم كل العقوبات التي يسلطها على حزب الله الأمريكي يريد لهذا اللبنان أن يكون ساحة تعايش بينه وبين خصومه الإقليميين بالمنطقة المنطقة كلها اشتعلت والعالم تتساءل عن سر بقاء هذا اللبنان بهدوء واستقراره الحريقة الأمر ما أنه إرادة أمريكية بس بل إرادة الطرف الأقوى الضامن للاستقرار اللبناني وأعني به حزب الله لكل هذه الأسباب وبعد إسقاط الـ F-16 وهذا الهلع الإسرائيلي نحو التهدئة يبدو أن كل الأسباب الموجبة لتطيير الانتخابات قد سقطت ونتجه إلى انتخابات ستجري في موعدها في 6 أيار القادم وستكون أمام مجلس جديد بس ما عندي ثئة أننا سنكون بنفس السرعة أمام حكومي جديد وسنكون سبع أيار أمام مشهد سياسي جديد تاني أكيد بس السؤال تشكيل الحكومي الجديد ما بعد الانتخابات سيطول كثيرا ويعبر عن استمرار الأزمة وعودة شياطين والله عن قدرة على إعادة إنتاج واقع جديد على الأقل يعد اللبنانيين المخذولين بقليل من الأمل بأنه نحن ومسؤوليننا ونوابنا وأحزابنا عنا قدرة أن نرتفع بأمال أبناء هذا الوطن إلى المستوى الذي يليق بهم والذي يجب أن يكون بركز على الأمل عم بتركز على الأمل كثير بركز على الأمل لأنه بين الأمل وبين تحقيق الأمنية في فجوة كبيرة بعد كل محبتي أكيد لحركة أمل وللرأي نحن كمان مع إن شاء الله يارب ما يكون حصل غيمة صيف وعابرة وتلتأم الجراح وتعود المحبة والتسامح والتقبل للآخر وهذا ريهان وهذا رصيد هذا البلد أكيد الله يدي من الوفاء أكيد دكتور بزي أنا بدي أشكر شكرا بدي أشكر مشاهدين الكرام ودي أقول لهم بون ديماش بون ديماش بخاطركم